اشتركوا في القناة في القمة ووصل منذ قليل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السعودية الرياض علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة العربية السعودية بعد استئناف العلاقات بين البلدين ذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية لبحث وقف العدوان على شعب فلسطين في قطاع غزة وضفة الغربية أكان قد وصل صباح اليوم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية لأتي مشاركة رئيس السيسي في القمة استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بدل كافة المساعي لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير المنافذ الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلا عن دفع مصاري حياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقرارات الشرعية الدولية أيضا وصل رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى السعودية مساء أمس الجمعة للمشاركة في أعمال القمة هذه القمة تقرر عقدها بشكل استثنائي في الرياض استجابة للظروف التي تشهدها غزة كما وصل العاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني يرافقه الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد للمشاركة في أعمال القمة ووصل أيضا إلى الرياضة الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كانت قد أوضحت وزارة الخارجية السعودية أنه تقرر عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة واستجابة لظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشور المملكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي وحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها وكانت قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها رئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أسست طريقا نحو وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسعة مصر من خلالها أو من خلال دعوتها إلى هذه القمة إلى بناء توافق دولي يدعو إلى وقف العدوان الذي أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء وبناء على مخرجات قمة القاهرة للسلام تبحث الدول العربية والإسلامية اليوم السبت الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة المحاصر من المقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن المتوقع أن تطالب القمة العربية الإسلامية التي سنتنعقد في العاصمة السعودية أرياض بوقف إطلاق النار في المقام الأول بالإضافة إلى موقف سياسي صلب لدعم القضية الفلسطينية إذن مشاهدين مستمرين في متابعة التطورات القمة على مدار الساعة من تليمزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء